موقف كهرباء طبعاً كهرباء عخطة طبعاً كهرباء بأي صورة من الصور يا كهرباء انت عارف انه في ناس متربصة بيك صح وفي ناس مستميالك وفيه اعلاميين وناس موجهة ضدك صح بانت حتى لو عطفت مش اختلفت مع زميلك او شدت مع زميلك في الكلام بانت لو عطف الناس هتاخد العطفة دي وتقول لك كهرباء يمكي كنبلة في النادي الآلي مش كهرباء عطف في النادي الآلي صح انت عارف ان فيه ناس مجندة ناس ضدك وصفحات ضدك واقلميين ضدك علشان انت انتصرت عليه في الفيزة تعايزين ينتصروا عليك في اي حاجة صح عايزين يكسروك عشان يبيني انهم انتصروا يجبني لازم تفهم ان انت انتصرت انت جبت ناس لمس اكتاب تضحتهم عرّتهم وده مش واحد انت جبت ناس تقود ناس كانت نسكت تحاد كورة وناس في التحاد كورة واندية انت عملت زلزال لازم تفهم ان انت عملت زلزال والزلزال ده توضعه جاية وتوضعه اقوى من من الزلزال اول مرة توضع هتكون اقوى برافو عليك لازم تفهم ان في ناس متربصة بيه صح فانت لو قلت كلمة مع زميلة ناسها الضخامة والتقبرة لان انت انت صارت عليه وسحقتهم طبعت ناس كدابة وناس مدلسة وناس غشاشة وناس قالت الادب وناس تجاوزت وويوي وحادات كتيرة ونفسة لسه في حاجات طلعوا مرة واثنين وثلاثة وانا اقولك ده على انصرات انا كان معايا انصرات النهار ده قبل الواقع اللي هو عمالها دي خاصة بيه يعني من حد قوي جدا جدا ورايب منه وطبعا انت ديك شاية الحمد اللي احنا في ملف كارابة وغضية الزيبة دي موفقين بفضل الله بصورة كبيرة جدا وجدنا كل حاجة وكل واي حاجة يعني انا الصبح بدل ساعة تسعة قبل انه هو عمله ده وقبل موضوعه بالمادي لقالي اه حد صحاني من يومه كان بيديني معلومة اكيدة بيقولي دلوقتي في ناس ونفس بالجلس لد كهرباء انه هو يفحب القواضي بتاعته ضد الزمالك ورئيس الزمالك يفحب القواضي بتاعته ضده ويا دار ما دخلت شر ايوه اقسم بالله ساعة تسعة الصبح حدي قويب جدا منا ومعاه في الملف ده صحاني من يوم وقال لي انت بتسحى بجرة طولها انا ما بتسحاش بجرة بس انت صحيتني خلاص قال لي دلوقتي في جس نبض من شخصية راضية كبيرة في مصر بتجس نبض كهرباء يا دار ما دخلت شر يا ابن الحلال اسحب الشكاوي بتاعتك ضد رئيس الزمالك وضد الزمالك والرجل اسحب الشكاوي بتاعته ويا دار ما دخلت شر وكل واحد في حاله فانت يا كهرباء الناس مرعوبة منك والناس عايزة عايزة تخلص من ملف بتاعك لانه هيفتح عليهم عبوب جهنم وانت تيجي تعمل حاجة صغيرة زي كده تبديهم فرصة يعودوا يعزفوا ويقطعوا فيك ويتكلموا عنك يا ابن خليك نبيض شوية انت بحارب كبيرة وناس اقولك هي ركابها بتخبط منك ناس كبيرة مرعوبة منك مرعوبة عايزة تأثر القضية بتاعتك بفارغ الصبر بتحلم ان عضية كعرباء اللي في الزيباء دي تتأثر خالص ومحدش جب ساتها برفع عليك انت وابدتنا الحتة تانية خالص على انا بشكرك عليها ويمكن معالي المستشار دي سوي ابازة بيتفق معاك وبقت رسالة مهمة جدا قبل ما تكمل كلامك قال لي ارجو انك انت تقول تفكر معي بهنكة لاني عاجبه اسلوب الطرح سواء اللي انا طرحته واللي انت طرحته قال لي فكر معايا بهنكة انت ومشاهدينك حتى الناس تعرف قيمة المصداقية معالا معالي الوزير دي سوي ابازة ناجل الكاتب الكبير سروة ابازة والاهلاوي قبل عن جد يعني وراجل عقلاني ومحترم وقانوني كبير ووزير سابق مفوض في جامعة الدول العربية لمس يا علاء معاك ومعايا اللي انا بديت بيه الهلأة بص بص قال لك هو الفرق يا سيدي خلينا نفكر بتمعن الفرق لو فكرنا بتركيز وسألنا ما الذي كان سيحدث حين دخل سيد عبد العفيظ الى غرفة خلق الملابس ليستعلم عن ما حدث فشعر اللاعبون بخطائهم وخوفهم منه واجابوه بانها مشادة وانتهت واصروا على اجابتهم على الرغم ان ده ممكن يكون كذب هذه لرغبتهم في حدم التصعيد الا انه اصر وده يدل على ان مدير كورا كوف اصر على معرفة ما حدث مهددا اياهم بتطبيق اللائحة والغرامة سؤالي هنا ما الذي كان سيحدث اذا احترم الكابتن سيد عبد العفيظ رغبتهم في انهاء المشكلة دون تصعيد وعاد مرة اخرى الى مكتبه مكتفيا في ذلك بشعور اللاعبين بخضائهم وندمهم على ما فعلوا لو فعل ذلك ما حدثت هذه الضجة اذا كان سيد فاشل وبيعمل للاعلام اساب وخايف من شيء ما كلم الموضوع رجع مكتبه خلاص ولكن لانه محترف وامين على النادي الاهلي نظر للمستقبل لان فيه نشئين في غرفة خلق المنابس وفيه لعيبة لو تساهلت سيطيع كل شيء قال لك ولكن سيد رفض ان الا ان يطبق مهام منصبه وهنا قال لك ايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الفطنة تغافل نصف الفطنة تغافل يعني لو انت عارب نص هاجة وافطنت بزكاء لبقيها وسكتت فانت متغافل وده هرام غلط فلو كان سيد تغافل عن هذه المشادة التي حدثت بين اللاعبين ما حدثت هذه الضجة فعلينا ان نعي ان تغافل سيد ما كانش هيحصل اي حاجة ولا طلع سر من الغرفة ولكن تصميم سيد على تنفيذ وبهزم ان لائها على من اخطأ يجب ان يحيا وليس ان يحارب لا سيمة وان الواقعة لم تهدث امامه ولم يراها وكان من الممكن انه يكتفي بانه قالوله يا كابتن سيد تمشد وخلصد قال لو ما قلت ليش اغرمكم انتو الاثنين وهنا بيرسي مبادئ جديدة لا يهمه الاعلام ولا يهمه الضجة اللي حصرت يهمه المبادئ القيم تطبيق اللائحة احترام منصبه برضي طرح جديد ومحترم من معالي الوزير دوسوي ابازة يتساوى بطرح المحترم اللي عاملوا على احمام اولا انا قبل ما اتكلم طبعا كل اتحاق التقدير وسلام طبعا لمعالي الوزير دوسوي ابازة سلام حار يعني وهو وحشنا والله وبسلم عليه عبر الاسير بقى وعالهوى امام حضرات سيدة المشاهدين ونتمنى ان شاء الله ان هو يكون بخير وصحة جيدة طبعا اللي طرحه معالي الوزير دوسوي ابازة طرح جديد وهو بص الموضوع من زاوية مختلفة غير النظرة اللي كل واحد تناول الموضوع منها يعني هو معالي الوزير خدها من زاوية مدير الكورة احنا واخدنا من زاوية اللاعب احنا واخدنا من زاوية اللاعب والواقعة واللعيبة هو خدها من زاوية مدير الكورة وطبعا ده طرح جديد وطرح مهم لان مدير الكورة عنصر اساسي في الازمة وانصر موجود موجود بالقوة فطبعا انا طبعا بقيه الكلام المتدعب بالحفيف لننظر الى الاعلام ونظر لتضبيط الليحة اللي موجود عنده وهو ده انا من نظر نظري هو ثواب ولكن يعني انا يعني ثواب وبرضو يعني الثواب ده ليه ثمن الثمن اللي حصل النهاردة اللي في ناس متربصة بكهربا وناس متربصة بالكابت محمود الخطيب وناس متربصة بالنجي الاهلي التلات اطراف دول ناس عايزة تخلص من كهربا وتمهي جماهريا وشعبيا علشان خايفة منه ومرعوبة منه بسبب عضية الفيزا ناس بتغير وتحكد على مجموعة محمود الخطيب وقوة محمود الخطيب وانه منزلقش في المهاطرات والتجاوزات وقلة الادب والتناسل وده ثالث ناس كتير جدا ومنوت ناس كتير جدا وناس طبعا بتغير من قوة الاهلي وشعبات الاهلي وجتولات الاهلي وان الاهلي خلاص حسن الدوري فطبعا رعب وخوف للاهلي ياخد الكاس وياخد افريقيا فطبعا يبقى ساعتها هم خرجوا من يمول البلع قمص فبرضو ده موضوع تعبهم يعني الكابس العزيزة عامله صح بس اعلاميا التربص بالتلات عناس اللي انا قلت عليهم كهرباء ومحمود وكاتل وحمود الخطيب والاهلي ادى لحالة الضجيج اللي احنا شايفنا وانتشار الموضوع بصورة كبيرة وسيناريوهات مختلفة في الموضوع يعني انا شفت سيناريوهات كتيرة في الموضوع وطبعا ناس اشعلت النار في الموضوع وحلت الموضوع وضخمته بصورة كبيرة 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 بشكل كبير جدا من صباح اليوم فانا انا متافس مع معاني الوزير ان كانت انسان يتطبق الليحة لكن التربص كاربة وبالكاتل وحمود الخطيب وبالنادي الاهلي هو اللي عمل ضجة للموضوع وكبر الموضوع بصورة كبيرة بشكل كبير زي اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني زي اللي احنا شايفينه دلوقتي ما اتفق معاك في الكسرية ولذلك انت هنا تروح لازم تحيي جمال جبرة والمركز الاعلامي اللي انا مصمم من الاول اني تخيل بقى وسط هذا الضجيج اللي بتتكلم عليها الاهلي ما كانش يطلع بيا الرسمي لا انا مش هحيي بسان الجمال جبرة عشان تلنطش بتعلاني زمالك في الجونة وروحت له عشان الدعوة بتاع تلنطش ودربت مشوار قالي معالش تعالى بكرة خلاني خدت تاكسي وروحت تاني اليوم طب معالش مش هحيي لما يجيبه وجه التاكسي الاول تعالي في التاكسي من الغرب دها للجونة ودفع الساعتة بتاع عشرين جنيه طب معالش يا عزيز جمال لما ديتكي بحق التاكسي بقى احييك يعني كنت تديني يا عم الدعوة ساعتها لابد خلاني اجي تاني يوم يعني يعني انت خرمني وقالي قديمش هشكوره طيره ياك بقى قديم خسرت الشكره ليه شبه انا فاكل الماتش بيومتا ولما قلت بيومتا شوالك الموضة من ساعتها ضميرك اسود بس الاستاذ مكدي جيرجس من استراليا قال لي ايه دلوقتي قال لي نفس اللي كلم على الصبح بدري قال لي لو سمحت بصغه هو كلمني الساعة عشرة صباحا بعت لي رسالة قال لي صاح يكلمك قلت له صاحي فبيقول لي لدي معلومات مؤكدة ان كهرباء عيصطلح وعيضغط عليها فلما قلت فقلت له ما اعتقدش فدلوقتي لما انت قلت قال لي شوف اهو بقيت لي هومك دي جيرجس من استراليا انا قلت لك الكلام اللي قاله الاستاذ علاء وقلت لك ان الضغوط قوية ودي معلومات انا متأكد منها ما تنسى تديني حقي لاني علاء اكد الكلام اللي انا قلته لك الصبح دي حقيقة هو بس خلالت ديني وديني اللي بيقول ضغوط انا ما بيضغوط لحد الوقتي بيقول الجاس مب ايوه حلوة دي حلوة دي يعني لسة داخلين تسكت اه تسكت يا عم بقى خلاص اديك هتلعب وديك مشيت وخلاص بقى يا عم الناس هتتأزمة لاش لازمة يا عم بقى خلاص يا عم بقى خلاص يا عم بقى خلاص يا عم بقى انا اعتذلك وقولك بقى ابني ومحمول الله عبد المنعم الحاج عبد المنعم دا راجل مخترم وفنسوه تساهم وخلاص من المن الليلة اوه الكلام ماشي في السكة دي يا دار ما دخلت شر انت تسيب وانا فيه بس نصد بالبلد كده يا علاقة حد يعني انا سألت سؤال مباشر مش عايز اقول لي مين لان مش عايز اقول لي كهربا نفسه ولا لابوه ولا لصحابه ولا مش عايز اقول لي مين سألت سؤال مباشر هل استمر كهربا بس انا كان عنا اتكلم عن التربص وعجبني جدا هل استمر كهربا في الشتم والسب طوال التدريب وكأنه واحد جرع السب يسب المدة ثلاث ساعات الناس قالت لي دا كله ما حصلش الرواية يا جماعة زي ما انا قلتها بما يرضي الله زي رواية علاء مع اساسي ووباما بما يرضي الله احنا يا جماعة اقسم بالله ما بننقل غير الحقيقة يعني تخيل انت ازاي انت تتخيل يا علاء اني وقد يسب ساعتين ثلاثة ليه ومين اللي عيسمع له يعني خليك فقر بأقلك يعني عصبية له نفسية لا لا عصبية له نفسية مش هتحمل يقبل يسب الساعتين ثلاثة الانسان لما بتعصب اخره 20 دقيقة ويهمد ويسكت ميادرش يستمر الساعتين ثلاثة حتى لوه مين اللي يكون في حالة عصبية ميادرش يتحملها يعني مش عارف مين اللي قال الرواية دية ولكن انا النهاردة وانا بسأل طب يا جماعة الموضوع خد قديق انا كورفة خلق الملابس وبعد كده كهربا مشي وفايلر صمم ما انزلت التمرين وبعد كده رجع كهربا وليد سليمان النهاردة ادى مثل للكابتن وليد سليمان لطف كل الاجواء حوالين كهربا وجاب كهربا لان موضوع التلطيف لان لو رحت اعتذرت لحد شتمته ممكن ليتقبل منك الاعتذار ولكن وليد مهد ان كهربا يعتذر فعشان كده لما راه لزميله ايمن اشرف اللي هزر معاه وشتمه بالام والشناو اللي قاله انت ما الامك انا بتكلم بمنتهى الصراعه اتقبلوا منه ده انهى الخلاب بين اللحيبة وليد وبعد كده راه واخدهم كلهم للكابتن سيد فالكابتن سيد الراجل قدام ان يتقبل الاعتذار او لا قال فيما يخصني انا كسيد عبدالحفيز مسامح ولكن فيما يخص الاهل واللاقيها لا يمكن ايكون هناك تسامح وره نائل الصورة التانية للكابتن محمود الخطيب يعني الناس يا جماعة يعني اقول ايا حتى بعد التمرين ما خلص ماشى سيد وماشى فيلر وماشى الجهاز الاداري والطبي والفني واللعيبة وقهرباء والشناوي خدوا زميلهم وتغدوا مع بعض بعيدا عن الادارة يعني اصلا في واحد يشتم ثلاث ساعات وفي الاخر يتغدوا مع بعض يعني انا بس عايز اللي بيستمع يوب عائل يعني للأسف يا علاء وانا عايز اسألك ده النهاردة من وجهة نظري كان فيش قيل للتناول متربصين اللي انت تكلمت عليهم وناس تانية بتهاجم الزمالك فالنهاردة عايزة تثبت للزمال كوية انهم زي ما بيهاجموا الزمالك بيهاجموا الاهل فوقعوا في اخطاء فادحة لا تغتفر وتساوب المتربصين هل انت عندك تفسير غردة؟ لا انا عندش تفسير من غردة